اطلق معهد الدراسات القضائية والقانونية الدفعة الثالثة من برنامج الشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية المعهد اطلق في الوقت ذاته برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد في دفعته الرابعة باللغة العربية بهدف تطوير الخدمات العدلية وجودة مهنة ممارسية القانون في إطار المساعر الرامية إلى دعم وتطوير المحامين والقانونيين الجدد ومساندتهم في المجال القانوني اطلق معهد الدراسات القضائية والقانونية حزمة من البرامج المساندة التي تستمر على مدى ستة أشهر فالبرنامج الأول هو برنامج الشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية ويحتوي على 17 مقررا تناول أهم المعارف والمهارات الأساسية التي يحتاجها القانوني في بداية مسيرته المهنية برامج تدريب المحامين الأساسية هي أحد أهم البرامج التي يطرحها معهد الدراسات الغضائية والقانونية في كل عام والحقيقة نحن سعيدين هذه السنة أن برنامج المحامين اللي هو التدريب الأساسي للمحامين الدفع رقم 14 والبرنامج الآخر هو الشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية بدفع الثالثة في مجموعة نيوتن ليجل فخورين ونعتزب أن نحن من جزء مبادرة البرنامج الأساسي لتدريب المحامين الجدد باللغة الإنجليزية فهو يعتبر عن عبارة يعني في عبارة عن ورشات متعددة ومكتبها مسؤول عن ورشات القانون للشركات فإحنا نعطي لطلابنا بذعا ما هو قانون الشركات شنو أنواع الشركات اللي في البحرين شلون يأسسونها البرنامج بشكل عام ومن خلال هذه الدورة اليوم تعلمنا شون إحنا نطبق المعلومات اللي كسبناها في الجامعة في العالم في النطاق العمل طبعا في أشياء نظريات تعلمنا في الجامعة ما يمكن أن نطبقها في الشغل ولكن الهدف من الدورة أن شون نعزز المهارات اللي تطبق في العمل أما البرنامج الثاني فهو برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد بدفعته الرابعة ويحوي على مقررات متنوعة تساهم في تطوير وتعزيز قدرات المشاركين طبعا كانت الورشة والمحاضرة عن مهارات البحث القانوني التطبيقي الهدف من هذه الورشة هو إكساب المتدربين مهارة الرجوع إلى النصوص القانونية المنطبقة والصحيحة على الإشكالية القانونية واختيار هذه النصوص بشكل دقيق ومنضبط وفق معايير محددة فادتنا هذه الدورة في وائد أمور خصوصا في طريقة النقاش وطريقة البحث خصوصا اليوم شرفتنا الدكتورة وفاة جناحي في اسلوب البحث القانوني وطريقة معرفة اسلوب البحث والمصادر خلف هذه البحث فالعديد من سعالة الغضاء وسعالة الدكاترة والأساتذة فادتنا الصراحة في هذه الدورة برامج وورش واسعة يحرص من خلالها معهد الدراسات القضائية والقانونية في كل عام على تغطية أكبر قدر ممكن منها لتشمل المجال القانوني بكل أبوابه